حقيقة الشغل الشغل اليوم لبلداننا العربية هي كيف نواجه الإرهاب حقيقة نحتاج إلى خطط وستراتيجيات جديدة لمحاربة الإرهاب كون الإرهاب اليوم مفقط عسكري هناك إرهاب فكري هناك تلويث للذاكرة المهمة لجميع البلدان العربية بما شفنا كثير من التنظيمات الإرهابية حاولت الإساءة الكبيرة لبلدان وأسقاطها وأبعدها من حضارات خلونا اليوم نستثمر وجود ضيفنا الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة ضيف عزيز في برنامج بيت للكل مساء الخير دكتور نورنا نوركم كميعا أنا سعيد بتوجد مع حضرتكم أهلا وسهلا فيك دكتور نسمع في وسائل الإعلام مصطلح متداول في الأخبار في البرامج عن الإرهاب الدولي هل هناك إرهاب دولي إرهاب إقليمي إرهاب محلي الفرق بين تلك المصطلحات يعني أنا في تأديري هو الإرهاب هو الإرهاب واحد لكن المقاربات في التناول هو اللي بيعطي بعض الدلالات لما يمكن أن نسميه أو نصنفه في أدبيات الإرهاب ومناهجه طبعا في إرهاب دولي أو عالمي بيمارس على مستويات متعددة طبعا في إرهاب محلي أو داخلي نتيجة لوقوع بعض العمليات الخاصة الداخلية ممكن تسميها أسماء مختلفة يعني ممكن تسميها عمليات منفردة تسميها زئاب منفردة ده إرهاب داخلي لكن هناك إرهاب عابر للقارات وهذا الإرهاب هو مكمن الخطورة لأن الإرهاب القضية ليست فيه وقوع الحدث الإرهابي في حد ذاته لكن ارتدادات الإرهاب ربما يكون داخليا وربما يكون إقليميا وربما يكون متعدد الاتجاهات فممكن تكون عملية إرهابية حصلت في مصر عمليات معين لكن لها ارتدادات في مواقع أخرى يعني الإرهاب الحادث في الإقليم له ارتدادات في مناطق أخرى الإرهاب الخارجي له ارتدادات في مواقع أخرى وإذا إن إحنا أمام عالم الآن مفتوح يعني بصرف النظر عن ممكن بقى التصنفات الكلاسيكية القديمة لعملية الإرهاب إن الإرهاب لا يبقى في بيئة واحدة إنما في بيئات مختلفة البيئة العربية مختلفة عن البيئة الخارجية لكن عايزة أقول نقطة مهمة أول بقى في التصنيف في ده مرتبط بحاجتين أول حاجة هو تصنيف فكرة الإرهاب نفسها بدء من عمليات 11 ستمبر 11 ستمبر كانت عملية فاصلة في تاريخ مواجهة الإرهاب خرجت البيوش الأمريكية تحارب العالم وتحاول أن تواجه الإرهاب فنشرت الإرهاب في مناطق متعددة من العالم ولم يكن بقى نسخة داعش هي نسخة وحيدة يعني ربما يرى البعض أنه داعش نسخة وحيدة إنما هناك دواعش متعددة والمركة العالمية المسجلة لداعش الآن التنظيمات الخارجة من داعش هي مكمن الخطورة لكن عايزة أقول أنه العالم وأمريكا تعايش مع مخاطر تنظيم القاعدة لم تحدث عملية إرهابية بعد 11 ستمبر يعني ولم تتعرض الأمة الأمريكية ولا الدول الأوروبية لعمل مشابه لـ 11 ستمبر لكن خرج الإرهاب إلى العالم بتالي حضرتك النهاردة بتشوف الإرهاب في مناطق متعددة من العالم من 11 ستمبر كتصنيف لعلم المواجهة بالمجابة الإرهاب كانت مرتبطة بأن الجيل الأول للتنظيمات الإرهابية وهنا فيه علامة استفهام كبيرة يجب أن تطرح في هذا السياق الجيل الأول لتنظيم القاعدة هو تعلم فيه داخل أجهزة المعلومات الدولية لا أريد أن أحددها لكن أنا ليه أدرسة شهيرة حول هذا الموضوع أنه الجيل الأول من التنظيمات الإرهابية هو تم تصنيعه في أجهزة معلومات غربية الجيل الأول طبعا قبل بقى ما نتحدث عن النسخ الداخلية اللي هي كانت فيه منطقة المنطقة العربية أو منطقة الإقليم يعني البدرة اللي نقصد فيها الأساس هو أن التنظيم خرج من أجهزة المعلومات الغربية وتحديداً ولاة المتحدة الأمريكية وده يفصل لحضرتك أمور كثيرة ربما غائبة عن الأزهان لماذا لم تتعرض دول في الإقليم كإسرائيل لخطر تنظيم داعش ترجمة نانسي قنقر